اهلا بكم ملاح ورى المساء يتوجه المصريون غدا إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد بعد مرحلة انتقالية طويلة شابها جدل واسع وتقلبات كثيرة على المستويين الامني وسياسي وتكتسي محطة الغد اهمية خاصة ليس فقط على الصعيد الداخلي ولكن ايضا في بعدها الاقليمي والدولي ماذا تنتظر دول المنطقة من هذا الاقتراع كيف ستنعكز نتائجه على الجوار الاقليمي وهل سيفتح ما بعد 26 من مايو صفحة جديدة في ميزان القوى السياسي بالشرق الاوسط حوارنا هذا المساء اذن سيكون قراءة في الاستحقاق الرئاسي المصري في ابعاده الخليجية والاقليمية نرحب ضيفينا في حوار المساء معنا من الرياض استاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور ابراهيم النحاس ومن الكويت رئيس المنتدى الخليجي للامن والسلام الدكتور فهد اشليمي ويمكنكم ايضا المشاركة في الحوار من خلال طرحية سيلاتكم واستفساراتكم على تويتر وايضا فيسبوك اذا ارحب ضيفي وابدأ معك دكتور فهد يعني بعد ايام قليلة يعتلي الرئيس الجديد كرسي الحكم في مصر كيف تتابع دول المنطقة هذا الاستحقاق الانتخابي بسم الله الرحمن الرحيم اعتقد هذا هو موضوع الساعة يعني واللي يهم الخليج تقريبا لما حدثت الثورة في تونس يعني الناس كانت يعني متابعة ولكن ليس بالحماس وبالمتابعة الدائمة لكن لما حدثت الثورة في مصر انا اكد لك العالم العربي كله كان يتابع الاحداث المصرية ولذلك يعني مصر لها ثقل عربي في الشرق الوسط ولها اهتمام خاص بالنسبة لنا كخالجيين اعتقد ان احنا كخالجيين نتمنى الامن والاستغرار ما نقدر ندخل في نتائج الانتخابات ولا نقدر نقول والله مرشع ومرشع هذا هو اختيار الشعب المصري لكن احنا يهمنا ان يكون هناك ان تكون مصر قوية موحدة مستقرة تربطنا بها علاقات قوية جدا جدا قد تصل الى الشراكة في بعض المجالات لذلك المواطن الخليجي بشكل عام لان هناك استثمارات خليجية هناك ايضا الاف الطلب الخليجيين هناك الاف من المستثمرين في مصر سواء على المستوى البسيط صاحب الشقة وصاحب المزرعة الكل يتابع الحقيقة الوضع الامني في مصر لذلك هناك اهتمام خليجي كبير في ما يدور في مصر اليوم وأمس وغدا طيب دكتور ابراهيم في رأيك ما الذي تنتظره دول المنطقة من هذا الاستحقاق الانتخابي في المصر وأيضا المشهد ما بعد هذا الاستحقاق ومن العكاسات المتوقعة على التأثير المصري في التواجد القليمي وأيضا عودة الدور المصري إلى المشهد بشكل عام نعم شكرا أخي فيصل ومرحبا بدكتور فهد تنتظر دول الخليج بشكل مباشر من هذه الانتخابات المصرية أن تفرز استقرارا في الساحة المصرية بشكل مباشر أن ينتخب المصريون من يستطيع قيادة مصر للأمن والاستقرار في الداخل أيضا من يقود مصر إلى تنمية اقتصادية من يقود مصر أيضا إلى إعادة دورها الفاعل في الساحة العربية وعلى أيضا الساحة الإقليمية بشكل مباشر أن تعود مصر أيضا كدولة فاعلة حتى في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أن تكون مصر أيضا سندا للدول العربية بشكل عام في الساحة الدولية أن تعود مصر أيضا لقيادة الجامعة العربية في القضايا المصيرية المهمة أن تكون مصر أيضا في المرحلة القادمة دولة فاعلة في دعم الأمن والاستقرار وأيضا مساندة الدول العربية بشكل مباشر في التحديات التي تواجهها في جميع المجالات وعلى رأسها المجالات الجيوستراتيجية الأمنية وخاصة في دول مجلس التعاون أن تعود أيضا مصر دولة فاعلة في الساحة العراقية أن تكون أيضا مهمة جدا في الساحة العراقية أن تساهم في ذلك إذا ما كانت مصر أيضا دولة فاعلة فسوف يكون أيضا الوطن العربي مستندا إلى قوة إقليمية سواء من ناحية السياسية أو من ناحية الأمنية في دعمه بجميع الوسائل وهنا بشكل مباشر نتحدث عن الساحة الخليجية الأمن الخليجي المشترك والذي يهم الساحة العربية بشكل مباشر ومصر كانت فاعلة وسوف تظل إذا ما حدث العكس وانتخبت مصر شخصا ضعيفا فانعكاسات بعد ذلك سوف تكون سلبية على دول مجلس التعاون كما كانت سلبية في مرحلة مرحلة الماضية فبالتالي ما سوف يحدث في مصر يؤثر بشكل أو بآخر على الساحة العربية وكما قال الدكتور فهد كما كنا نتابع العالم العربي يتابع الثوراء الثورة التي تحدثت في مصر في مرحلة الماضية أيضا سوف يتابع التطورات التي سوف تحدث في المرحلة القادمة وهميتها على دول مجلس التعاون بشكل مباشر وأيضا على الأمة العربية بشكل عام لكن الدكتور إبراهيم الرئيس المقبل ستكون له أولويات يعني مسألة أولويات الداخل أليس مسألة الأمن وأيضا المسألة الاقتصادية التي تعاني منها مصر ألن تكون هذه الأولويات الداخلية مؤثرة على التواجد الأقليمي الذي تتحدث عنه والدور الرائد الذي تطالب به الدول العربية من مصر والعودة إلى هذا الوضع يعني الشأن الداخلي ألن يعرقل هذا التواجد؟ نعم حتما سؤالك مهم جدا وانعكاسات الداخل مهمة جدا على الساحة الدولية ولكن وجود رئيس مصري قوي على الساحة الداخلية المصرية سوف يقنع الأطراف الأخرى في دول مجلس تعاون بشكل مباشر أو أيضا حتى على الساحة الإقليمية والدولية بإيجاد حلول كبيرة جدا للاقتصاد المصري سواء بعودة السياحة الداخل المصري والتي نعلم أنها داعم رئيسي جدا للاقتصاد المصري أضف إلى ذلك قدرة الرئيس المصري القادم على جلب الاستثمارات الخارجية قدرة الرئيس المصري أيضا على جلب المساعدات المالية قدرة الرئيس المصري القادم على جلب أيضا القروضة التي سوف تنمي الاقتصاد الداخلي هذه أحدى الأولويات الرهيبة جدا مهمة جدا بالنسبة للساحة المصرية والرئيس المصري القادم ولكن بدون وجود رئيس مصري قادر على العمل مع الساحة الدولية لن تستطيع مصر أيضا حتى النهوض في الداخل الاقتصادي وهي أحدى كما تفضلت الأولويات المهمة جدا للرئيس المصري ما رأيك دكتور فادي في ظل التحديات الداخلية مسألة الأمن والاقتصاد وغيرها من أيضا الأمور المتشابكة هل ستكون مسألة التواجد والتأثير الإقليمي من ضمن أولويات الرئيس المقبل لمصر؟ بلا شك الشأن المحلي هو راح يكون هم الرئيس المصري والشأن المحلي ينقسم إلى غصبين حتى ذكرها في عدة مقابلات المرشحين ذكروها الأمن هو يجب أن يكون الهاجس الأول للرئيس المصري فرض الأمن يعني وجود التنمية النقطة الثانية تحسين الاقتصاد وتوظيف الناس اللي ما عندها أعمال النقطة الثالثة هو جلب الاستثمارات هذه طبعا هي مرتكزات وتحسين قناة السويس هذه هي مرتكزات الاقتصاد المصري لكن خليني أنا أقول لك خلال الخمس سنوات دول الخليج راح تكون هي الدول المؤثرة في المنطقة الكل مفلس يعني بستثناء دول محددة في دول الخليجية في مجلس التعاون الخليجي ولذلك راح يكون حتى دور دول الخليج دور مؤثر ودور مهم لذلك حتى الشراكة الاقتصادية لما ذكرت لك أنا شراكة الاقتصادية نحب أن تكون هناك شراكة اقتصادية مربحة يعني مش بس قضية مساعدات يعني الرئيس المصري راح يكون هم فعلا هو دعم النجاح محلي هو يريد أن ينجح محليا وذكرها أحد المرشحين الرئاسة وهو المشير عبد الفتاح السيسي في مقابلة له قال أنا أحتاج سنتين ليبدأ التحسن وبالتالي طبعا الشأن المحلي هو الهم الرئيسي للمرشح أو الرئيس المصري القادم ما هو واجبنا وأعتقد أنه واجب دول المتس التعاون الخليجي لمصلحتنا الاستراتيجية لعشر سنوات لقدام لخمسة عشر سنة للأمام أعتقد علينا أن ندعم أي رئيس مصري يتوافق مع توجهاتنا وحيضا حتى الدول الخليج برؤوس أموالها وبتحركها السياسي والدبلوماسي قد تكون مؤثرة تأثير إيجابي في الجانب المصري وبالتالي نشاهد الدولة المصرية القوية التي تحدث عنها الأخ الدكتور إبراهيم النحاس وتأثيرها الإقليمي وتأثيرها الدولي وتأثيرها حتى المحلي على الدول المجاوزة لذلك مهم جدا الأمن التنمية الوظائف الاستمرارات وضحت النقطة في ظل اهتمام مصر وكما تحدث الدكتور فهد في الشأن الداخلي وربما يستمر لسنوات دكتور إبراهيم ما الذي تنتظره دول الخليج في التأثير في عدد من القضايا الإقليمية والتواجد على الصعيد الإقليمي من مصر في ظل يعني اهتمامها بالشأن الداخلي نعم في المعالجة السياسية لا يمكن الفصل بأي حال من الأحوال بينما يحدث من العوامل السياسية الداخلية وتأثيراتها على الساحة الخارجية والقرارات المصيرية لأي دولة وهذا في هذه الحالة في مصر كدولة فاعلة منذ فترة طويلة جدا ننتظر حقيقة كموازي أيضا للسياسة الداخلية المصرية والاهتمامات المصرية أن تكون البنية السياسية المصرية حقيقة هدفها كما كانت في السابق هي دعم الحقوق العربية المشروعة التنسيق العربي العربي فيما بين الدول العربية الأمن العربي الاستراتيجي الذي كان مبنيا في مراحل ماضي والمراحل القادم أن يكون هو الهم الرئيسي سواء في توجهات السياسة الخارجية المصرية داخليا أو في توجهات السياسة الخارجية على المشتوى الإقليمي أو على المشتوى السياسة الخارجية هذا الدور المصري يستطيع لعبه حقيقة رئيس مصري قوي وهنا دعني أكون إلى حد مباشرا في حال انتخاب السيد السيسي على سبيل المثال سوف يكون رئيسا قويا بالنسبة لدول مجلس التعاون ليس لتوجهات معينة وإنما كرجل جيش في مرحلة ماضية ثقته في الداخل المصري سوف تكون أكبر ثقته أيضا على الساحة الخليجية بحكم أنه قائد جيش أيضا سوف تكون أكبر لأن التحديات أمنية هي بشكل مباشر فالتنسيق الأمني مهم جدا ونعلم أن الخطوة التي قامت بها دول مجلس التعاون في المملكة عن طريق المناورات الأخيرة هي هدفها أيضا إثبات أن دول مجلس التعاون تستطيع العمل العربي المشترك وهنا وجود مصر كدولة فاعلة على هذه المشتويات مهمة جدا ونعلم أنه لا يمكن فصل الداخل المصري عن توجهات السياسة الخارجية المصرية بحكم قدم هذه الدولة وأيضا بحكم استراتيجية التي كانت تقوم عليها مصر فيما حال ماضية فبالتالي البناء العربي المشترك هو الهدف المتطلع إليه من قبل دول مجلس التعاون بشكل مباشر أو حتى الدول العربية الأخرى التي تشترك مع الهم العربي والأمن العربي أشار الدكتور إبراهيم إلى مسألة المناورات دكتور فهد مسألة مشاركة في المناورات مصر للأردن والإمارات والسعودية سواء كانت مجتمعة أو متفرقة انخلطت في مناورات عسكرية خلال الشهرين الماضيين وهي مكثفة ما هي دلالات على مثل هذه المناورات العسكرية والمشاركة في عمليات عسكرية المناورات العسكرية هي رسائل سياسية واضحة إلى الخارج يعني معروفة أنت لما تعمل المناورات يسمونها campaign أو campaign exercises اللي هي دول مختلفة فأنت توجه رسالة سياسية إلى بعض الأطراف أن هناك تنسيق وهناك تعاون ويصل إلى مرحلة النقل الاستراتيجي للسلاح من إقليم إلى إقليم هذه رسائل واضحة أيضا لا تنسي القدرات العسكرية المصرية انتعافت مصر وأصبحت الدولة المصرية قائمة وتحركت مصر تمتلك الجيش رغم 13 في العالم وتمتلك الجيش الأول في الشرق الأوسط وفي أفريقيا مصر لديها أكثر من 1200 دبابة وجيشها أكثر من 485 ألف عسكري تحت السلاح نحن في دول الخليج نعاني من نقص في قطاء القوى البشرية أيضا موقع مصر تتحكم في قناة السويس ووجودها على مطلات بحرية استراتيجية تجعلها أيضا مؤثرة حتى في حركة المواصلات الاستراتيجية لذلك الأردن البديل الثاني أو العامل المساعد الثاني لذلك أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليج لما قالت نريد إشراك المصريين والأردنيين في تفاهمات مع دول مجلس التعاون الخليجي هذا ليس شيء جديد عملنا إعلان دمشق بعد تحرير الكويت كان هناك تفاهمات لإعلان دمشق كانت مصر أحد الأطراف لأنه تملك من الرصيد الاستراتيجي والعسكري والقوة لذلك مهم جدا أن تكون الدولة المصرية قوية متماسكة تفاهماتنا واضحة جدا أعتقد أن القيادات الموجودة في مصر والقيادات الخليجية متفاهمة نوعا ما يعني على شكل ونوع التعاون يعتمد الحقيقة على أداء السياسة المصرية وعلى مدى تقدم الرئيس المصري وإنجازاته في الداخل وأيضا دول الخليج ستكون عامل مساعد لكن نريد أن نستثمر أيضا استثماراتنا نريد أن تكون مربحة بعد للمواطن المصري وأيضا للمواطن الخليجي أيضا جانب مهم ونقطة مهمة دكتور إبراهيم يعني متعلقة بالمواقف الخليجية يعني هل هي يعني بعد وثيقة الرياض يعني أصبحت متقاربة من التغيير الذي حدث مؤخرا في مصر أم أننا نعيش مرحلة يعني الهدوء قبل العاصفة وربما يحدث يعني انقسام واضح أو أكبر خاصة يعني في ظل الموقف القطري دكتور إبراهيم نعم نعم هو الأشقاء في دولة قطر لديهم رؤية إلى حد ما بعيدة جدا يعني منذ فترة طويلة وأيضا قد تبدو أنها إلى حد ما مستمرة وإن كان هناك اتفاق معلن في الرياض حول بعض القضايا إلا أنه لن تؤثر هذه بشكل كبير جدا على الرؤية الخليجية المشتركة تجاه ما يحدث في مصر حتى في مرحلة قادمة وأعتقد أن التوجهات القطرية تصب أيضا في اتجاه البناء الخليجي المشترك أو بناء الأمن الخليجي ومنع أيضا الانشقاق الخليجي أو منع أيضا التأثيرات الأمنية الخارجية على دول مجلس التعاون أضف إلى ذلك أن ما تسفر عنه الانتخابات المصرية سوف تدعو الأخوة في قطر أيضا إلى إعادة حتى التفكير في دعم تيار معين هنا أو هناك بحكم أن الشرعية المصرية سوف تكون مبنية على الشارع المصري والشعب المصري الذي سوف ينتخب شخصا معينا وبالتالي يعتبر التدخل أيضا بعد ذلك حتى في الشؤون الداخلية في مصر أمر محظور حتى على أي قناة أو على أي توجهات أخرى أيضا لا ننسى أنه رسالة مهمة أيضا حتى القطريين وأعتقد أنه أخوتنا في قطر يعوها بشكل مباشر أنه الانقسام الخليجي بهذا الشكل إلى حد ما يستنزف السياسة الخليجية يستنزف الأمن الخليجي لصالح للأسف أطراف إقليمية أخرى ومنهم الإيرانيون أو الأتراك بشكل أو بآخر للتدخل أو أيضا زيادة الهوى بين دول مجلس التعاون وهذه رسالة حقيقة نوجهها عبر هذه القناة المحترمة إلى إخوتنا في قطر أن يعيدوا أيضا التفكير في سياسة في السياسة الخليجية وأن يكون أيضا الهدف إلى حد ما وإن لم يكن هناك اتحاد على أقل تقدير أن لا يكون التعاون في أدنى مراحله وأيضا لن يسمح الشعب المصري لأي كان حقيقة في مرحلة قادمة أن يتدخل في شأنه وأن يقسم الشعب المصري كما كان في مرحلة ماضية وأن يكون أيضا هدفنا جميعا البناء لأن الهدم سوف يطال الجميع والبناء أيضا سوف يستفيد منه الجميع طيب يعني دكتور فهد ما رأيك في هذا الجانب بالتحديد يعني الخلاف الخليجي الخليج والانقسام الخليجي الخليجي هل هو مرشح للتصعيد في الأسابيع القليلة القادمة أو ما بعد الانتخابات أم إلى المزيد من التوافق والهدوء شؤال جميل جدا أعتقد بعد ظهور النتائج المصرية وعملية الإقبال يعتمد على نسبة الإقبال وعلى نتائج الانتخابات المصرية لكن أنا أقول لك يعني الشأن المصري خلاص حسن سوف يكون هناك رئيس ولا أريد أن أجزم ولكن عبد الفتاح السيسي هو رح يكون الرئيس المصري القادم يعتمد على نسبة إقبال الجمهور لأن نسبة الإقبال تعطي وتلقي الحجج التي حقيقة ينادي بها تيار الأخوان أو متعاطفين معهم أو وسائل الإعلام التي تتبنأهم أعتقد لهذا السبب الرئيس المصري خطب وطالب الأمهات والمصريين أن يتقدموا إلى صناديق الاقتراع أعتقد أن وجود مصر قوية ووجود رئيس مصري بشعبية قد يجعل الحماس الإعلامي لبعض الجماعات التي تعارض المسار المصري يخف وبالتالي قد يتفهم الأخوان في قطر أن هذه الصفحة انتهت وقد يقوم الرئيس بعملية مصالحة تخيل عبد الفتاح السيسي قد يقدم مبادرة عفو أنت لا تعرف السياسيين بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث وهذا في التاريخ المصري حصل كل حكام مصر اللي كانوا يحاربون الأخوان ويسجنونهم ويضطهدونهم ويقدمونهم إلى العدالة تجد في بعض الحيان يكون هناك تفاهمات سياسية ويتم إخراجهم من السجون ويتم التحالف معهم ويدخلون الحياة السياسية لذلك أعتقد أن حتى الأخوان في قطر مدركين النقطة هذه مدركين أنه قد يكون هناك تفاهم في البداية تسمع لا يوجد تفاهم لا يوجد تعامل لكن التاريخ يقول هالشكل جمال عبد الناصر عمل كذلك السادات عمل كذلك عندما تحالف معهم ضد الشعيين يعني التاريخ المصري موجود الملك فاروق أيضا تعامل معهم في 1948 وسمح لهم بالدخول في حرب فلسطين لذلك التاريخ المصري غني بهذه المبادرات التيار الأخوان أو قيرهم وتجي هناك مبادرات لذلك أعتقد أن الأخوان الغطرين حاطين هذه أو الأخوان الذين يدعمون التوجهات الأخرى أو وجهة النظر الأخرى أعتقد هي موجودة في عقولهم أنه قد تكون هناك مبادرة مصرية وينتهي هذا الخلاف بملخص أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس مصر القادم وأعتقد أن صفحة الصراع سوف تخف حدتها الإنجازات بعد سنة أو سنتين سوف تكون شاهدا على نجاح أو فشل هذا القائد العسكري نعود لمسألة أيضا دكتور إبراهيم مبررات استمرار الدعم الخليجي خاصة من السعودية الإمارات والكويت للتغيير في مصر خاصة بعد الثلاثين من يونيو يعني ما مبررات هذا الدعم المتواصل لهذه الدول الخليجية من التغيير في مصر نعم الدعم هو هدف الرئيسي هو استقرار الدولة المصرية ودول الخليجي دعنا نقول رئيسية فيها والتي تم ذكرها من قبلك تدرك أنه أي لا استقرار في الدولة المصرية سوف يؤثر بشكل مباشر على الأمن العربي بشكل مباشر وعلى دول مجلس التعاون نتخيل أن مصر بدولة تقارب تسعين مليون دولة تشرف أيضا على أهم المضائق أو من أهم المضائق وهي قناة السويس دولة أيضا تشرف على بحار دولية فبالتالي الفوضى التي سوف تعم الأمن والاستقرار في هذه الممرات الدولية أو أيضا على سبيل المثال في الدولة المصرية سوف يؤثر بشكل مباشر على الدول العالم بشكل عام وليس دول أيضا الخليج كدول مباشرة فبالتالي استقرارها من مصر معناها استقرار لهذه الدول وأيضا دعم للتنمية وعدم استنزاف أيضا للموارد المالية أو الموارد الأمنية على سبيل المثال في هذه الدول إذا ما حدث العكس لا سمح الله أي فوضى فسوف نعاني شكل كبير جدا من قد يكون جماعات إرهابية النية سوف تكون كبيرة جدا على دول مجلس تعاون وخاصة المملكة التي تعتبر دولة حدودية في البحر الأحمر سوف تعاني من الهجرة الغير مشروعة وسوف تعاني أيضا من الجماعات المتطرفة التي لا ترد الخير للأمة العربية بشكل مباشر وسوف تستغل مصر الدولة الضخمة والدولة الكبيرة بأمور سلبية أضف إلى ذلك تخيل ويتخيل المشاهدين أيضا الكرام غياب مصر من الساحة الدولية كدولة فاعل على المستويات العربية والدولية وغياب مصر كصوت فاعل أيضا معناها إلى حد ما تراجع كبير جدا من قارب الخمسين بالماء للدور العربي أو الدور الإسلامي فبالتالي الآن مسألة أكبر بكثير جدا من مسألة غياب مصر كمؤشر وكلمة وإنما على الفعل والعرض الواقع ندرك ذلك دول مجلس تعاون الإمارات المملكة كويت تدرك ذلك لذلك تدعم بالمليارات وتدعم بالسياسات على جميع المستويات طيب دكتور فهد ماذا عن قطر يعني ما هي مبراتها في تحدي المحيط الخليجي رغم كل هذه الانتقادات التي توجه لها وأيضا التوقيع على وثيقة الرياض والإقرار بأنها ستمضي ضمن التكتل الخليجي وأيضا التوافق الخليجي والله أشوف يعني الأخوان في قطر أنا ما يعرف ليش يعني شنه المصرح الاستراتيجية في هذا الدعم ولكن المقول اللي كانوا يقولونها أنهم يقفون مع الحق ويقفون مع شريح كانت مظلومة والشيام العربية تقول الشكل وهذا شيء كويس لكن الآن قضي الأمر الآن هناك سوف يكون هناك رئيس جديد ونتائج التصويت سوف تظهر ونشوف هل هم أقلية لصوته ولا أكثرية يعني تبين النتيجة هذه واضحة النقطة الثانية أنا خليني بس أقول لك لو لم تدخل دول الخليج في مصر في دعمها ولو لم يتدخل الجيش المصري في حماية الدولة المركزية المصرية لكانت مصر الآن أوضاعها أشبه بليبيا أو الأقرب إلى سوريا ونحن كنا أشد المتضررين لذلك أعتقد أن تدخلنا أيضا قرار حكيم البعض يعتقد يقول لك نحن ندعمهم بالمليارات نعم يجب أن ندعم بالمليارات نحن نشتري أمننا ونؤمن أولادنا وأجياننا ومواردنا ونجعل مصر قوية لكن هل سيستمر في رأيك دعم الخليجي من الناحية الاقتصادية وأيضا المادية بنفس الزخم وأيضا الحجم بعد الانتخابات الرئاسية لا أعتقد يعني نحن علينا أن ندعم مصر بمشاريع مشتركة نستفيد منها كخليجين وهذه وجهة النظر التي أتبناها بصراحة أنا أعطيك أربعة مليار وتستثمر فيهم لكن أنا أيضا أريد أن أخذ أرباح الأربعة مليار يحوشني نحن نوفر فرص عمل ونوفر أيدي عاملة ويوفرونهما المساحة والأرض ونقدم رأس المال وبالتالي الكل رابح win-win situation أنا أعطيك أموال ولكن هذه الأموال أيضا يجب أن يكون لها صدى ويجب أن يكون لها عوائد تصب في الخزينة الخليجية أو في الدولة الخليجية وتدفع رواتب المصريين العاملين هذا هو الفكر الذي يجب أن نتحدث مع أخوانا المصريين لأن هذا هو الفكر المفيد لهم وهذه هي الطريقة المقبولة من كل الأطراف ويشجع الأطراف الأوروبية والدولية للاستثمار في مصر وعلى المصريين تغيير قوانينهم لمصلحة الطرفين مصلحة المساهم في القطاع الخاص الخليجي ومصلحة المشترك والموظف المصري طيب لكن تحدث عن الأطراف الغربية والأوروبية كاستثمار لكن يعني على الصعيد الدولي دكتور إبراهيم هل يتوقع أن تنهي هذه الانتخابات الجدل الغربي خاصة بشأن التغيير الأخير في مصر نعم على المستوى الإعلاني والإعلامي السياسي سوف يختفي هذا بوجود رئيس وكما تفضل الدكتور فهد أيضا نسبة الذهاب إلى صناديق الاقتراع مهمة جدا على أقل تقدير أن تفوق الخمسون بالماء إذا ما كانت متدنية فذلك سوف يعطي مبرر للإعلام الذي ينافح ضد الانتخابات الحالية ويكافئ المرحلة الماضية سوف يعطيه المبرر للانتقاد ولكن أنا أتوقع أن الإعلام الغربي بشكل مباشر سوف يحاول قدر الإمكان تجنب الانتقاد المباشر وخاصة أنه هو المجموعات الغربية رفضت أن تراقب هذه الانتخابات فبالتالي سوف ترفع الحج عن القضاء المصري بأنه فوز هذا الشخص أو ذلك الشخص وإنما سوف تكون أيضا متاحة أضف إلى ذلك أن حتى الحكومة المصرية الآن متيحة للجميع من يريد المراقبة فليأتي إلى المراقبة فبالتالي هذه أيضا تبعد مبررات كثيرة جدا عن من يقول لكن من ناحية السياسية المخفية والسرية حقيقة المجتمع الغربي يريد عودة الإخوان بأي وسيلة من الوسائل هناك كما نعلم عبر بعض الصحافة أو بعض الوكالات هناك اجتماعات شبه أسبوعية بين جماعة الإخوان وبعض الحكومات ومنهم في ألمانيا على سبيل المثال وهذه الدول بشكل مباشر ولا تريد الخير والاستقرار لدول عربية بشكل عام فما بالك في مصر وهذه سياسة غربية معلنة هناك الكيان الصهيوني لا يريد الخير هناك الإيرانيون فبالتالي في الأمور السياسية المعلنة دبلوماسية رائعة ولكن في الخفاء هناك دهاء يدركه السياسيون ورجال المحضر شكرا جزيلا لك إذن الدكتور إبراهيم النحاس أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود كنت معنا من الرياض وكل شكر أيضا لضيفي من الكويت الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا حوار المساء اشتركوا في القناة